وزارة الدفاع الروسية تعلن أنها قصفت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 40 هدفاً في سوريا عبر 41 طلعة جوية في حلب تحديداً في بلدة دارة عزة وإدلب واللادقية وحماه ودير الزور فيما أوضح السفير الروسي في سوريا أن الجماعات المسلحة التي يصفها الغرب الجماعات المتمردة ليست سوى جماعات متطرفة وإرهابية على حد قوله مستثنياً ما يعرف بالجيش السوري الحر روسيا تقول إنها تستهدف بضربتها التي تنفذها منذ 30 من الشهر الماضي التنظيمين المسميين بالدولة الإسلامية وجبهة مصر عمليات القصف الروسي تخلف قتل وجرح وخرباً في الممتلكات تقول التقارير الإعلامية والصور التي تبوتها مختلف المواقع المهتمة بالأزمة السورية على الأرض في الوقت الذي تتقاتل فيه التنظيمات المتنفسة تؤكد عدة مصادر أن القوات الجوية بوسية في سوريا وكتائب بابية إيرانية تستعد لدعم هجوم كبير للقوات السورية الحكومية في حلب الله أكبر